الزمالك كنا نكالب دلت على فكرة المهاجم المهاجم الصريح واعتذار أسوريو هل تأخر أسوريو في إشراق مهاجم صريح في مباراة MBMs؟ آه طبعاً وتأكيداً على كلامه في المؤتمر الصحفي يمكن سيف الدين الجزيري نزل في الدياة 75 الفكرة كلها أن أنت دايماً بما بتلعب قدام فريق بلعب كومباكت قدام الـ 18 أو بعمل زيادة على دي عليك قدام الـ 18 بلعبه بـ 5 أو 6 مدفعين أنا على الأقل لازم في الـ 18 يوقع 3 أو 4 لعيبة سيف الدين الجزيري مع أوباما فالمفاجأة بقى لما أدرك أنه هو لازم يلعب برأس حربه غير اللي هيكمل طريقة لعبه نزل سيف الدين الجزيري ورح مطلع أوباما فأنت كمان ماذا يقولتش حاجة خالص أنت سبت سيف الدين الجزيري الـ 18 وأطلعت حلقة الوصل اللي موجودة بين سيف الدين الجزيري ووسط الملعب بخرجك لأوباما فتفكير غريب جداً كل التغييرات اللي حصلت هتلاقي مركز بمركز هتلاقي زينيري نزل من مكان محمود علاء هتلاقي عمر جابر أصب أصب بتاعك كابتن ماجد والله بيجي بالله على طول كابتن ماجد يقولك أصب أصب تغييرات 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 فالتغييرات الأغرب كمان يا خليفة لما النهاردة يروح سحب عمر جابر بنصف الملعب وأنا خسران ويروح منزل رؤى اللي هو أنا بأمن يعني أنت بتأمن إيه ده أنت خسران اتنين واحد في الوقت اللي أنت هنفروض تلعب بأثنين وثلاثة رؤوس حربة لا كل تغييراتك هتتأخر وإنت بتعايز تقوليني حاجة بقى فنية في الملعب بتحب نبدأ بيه نبدأ بهجمات الزمالك طبعاً عايز أتكلم على أم بيم بس برضو لازم نتكلم واقع نقوم بإننا بدأنا في الزمالك ونقوم نكمل بقى الحلقة على أم بي بقى عشان نديله حققه زي ما خليفة قال بصراحة طيب نبدأ بيه حجمات الزمالك حجمات الزمالك هتقولين يا جماعة حجمات الزمالك كابتن كريم ده يأكد لك كلامي أن ما فيش حد بتعامل في الكور العالية خالص أو بيجيد اللعب بالهدرز داخل التمنتاشر بالنسبة للزمالك كان وجود سف سف الجزيري كان مهم جداً ده الهدف اللي جئه ده يوريك أن الزمالك في المباراة دي كان فقير فنياً هدف من رمي التماس وطبعاً هنا تهور من مدافع أمبي قدر يتحصل زيزو على ضرب الجزاء يمكن أنا شايف أن أخطر حاجة عملت في المباراة بالنسبة للزمالك هي رميات التماس اللي كان بلعبها وكرة دي شكبالة ودي كرة الشكبالة يمكن من الكرة اللي اللي لقى فيها مساحة على الأد بس كده أن هو يعدي بيها هتلاقي برضو دايماً الزمالك بيدور على حلول من الأطراف لأن دايما بص كل الكور دي كلها عايزة رأس حربة يتعمل معها السوريو كان عايز حاجة من المباراة أن هو دايماً هيشتغل من الأطراف وكرة اللعب عرضية يلاقي حد جوه لكن هو ما حطش اللعيب اللي يلعب بدمغه جوه ده أول حاجة هتاني حاجة طبيعي في المباراة الإزاي دي أن أنت تسدد كتير ودي ميزة أمبي في المباراة دي كان عامل بلوك هايل المدافعين ونص الملعب كان عاملين بلوك هايل على لعابة الزمالك وواضح أن الكابتن تابر المصطفى مش الواضح كمان ده الأكيد أن هو مذاكر الزمالك كويس جداً بص على الشكبالة دي اللقطة في دقيقة 71 متخير إنه مدير فني عرف غلطته في دقيقة 71 مفروض مدير فني بمرة النادي الزمالك ومعاه مفروض يعني سفدين الجزيرة ده من فترة كان في المنتخب تونس وعيب كويس جداً وكماش كويس جداً أنت بتدرك غلطتك في دقيقة 71 دي مشكلة ولما تيجي تصلح الغلط بتصلحه بغلط تاني بخروج أوباما فكوارس بسرعة